انا اروح لنقطة اهم هل المفروض هل من المسموح ان في الديد ده اتكلم عن الماديات لا طبعا طبعا طب ليه بقى دلوقتي البنات بقى يقولك ايه انا ما اضمنش انا لازم اقوله من البداية اعرف مرتبه كام بيشتغل ايه عنده بيت ولا لأ ما انا هفضل بقى انا ادخل العلاقة واحبه واهضر في وقته وصحة ومشاعر وفي الاخر ما يطلعش مستوى كوي لا دي حاجات ما تتسائلش في الاول خلص في اول مرة ممكن تيجي حتى يعني مثلا الماضي من الحاجات ما تتسائلش اول مرة الحاجات اللي لاح لخوا بالماديات مش من الحاجات اللي تتسائل اول مرة ليه طب الراجل يفتح هو الكلام من غير ما هي تسأله اه اه يعني مفوض هو اللي يقول عندي كذا اه بس لا بس انا بحس انه الطريقة دي هي مش افضل عرض يقدمه الراجل صدقين مش افضل عرض يقدمه الراجل الجواز في اول مرة تخيلي مش افضل عرض يقدمه العرض المادي لا هو يقدم شخصه لأنه هو ده الأهم لو شخصه كويس هتبقى فيه خطوة تالية إنما ممكن البنت تحسع فيه لا أنت فاهم الموضوع غلط يا وليه ده لا لا هقولك 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 تفاهم الموضوع غلط لا لا هقولك الشخص أهم آه بس أهم برضو أنا إزاي ما هو ده هيجي طبعا طبعا ماشي أنا موافق أنا موافق هل هو عنده بيت هل هو يعرف يفتح بيت هل هو مشتغل ولمشتغل طبعا طبعا بس هل هي قاعدة واحدة هي هتحدد الشخص علاقة بالشخص الأول أنا بحكم على الشخص الثاني حاجة الحاجات المادية دي ما أنا جايز أصلا الشخص ما عجبنيش مش مهم الحاجات دي يعني بمعنى إيه لو هو قال للحاجات دي وهي مش حساها ومش حساها ما وصلتش الروحه أو شخصيته هتحس إنه هو عفوا بيتنطط بالحاجات ودي حاجة مش لطيفة هتوصلها إيه أصلا عندي مش عايب بيت فين والعربية بتاعتي إيه هتحس بأداء كده كأنه جايش تريح كأنها سلعة مش من الزكاة مهم مهم بس مش دلوقتي هو ممكن تتقل بطريقة غير مباشرة آه ممكن تتقل بطريقة مباشرة بطريقة مباشرة مثلا ما فكرتش في الجواز غير لما ابتديت مثلا أعمل البيت واشتريت بيت آه ما بحبش الأماكن الزهما في خط مش عايب في مكان بعيد شوية أماكن دي يعني ممكن يقول ده بس مش لو هو المين بتاعه ده هي ممكن في لحظة له هي مش قادرة تلقطه بص احنا في القعدة القولة بنبقى ايه بما نبقى عايزين نلقط الشبكة بتاع بعض يعني ببساطة كده والسيجنال دي جيزي اه السيجنال دي تيجي ازاي ايوه السيجنال دي بقى قوي ازاي لو هو ملقاتش اهتماماتها ملقاتش الحاجات بتحبها تريقتها وهي كمان مش هيبقى في شبكة بينهم بشبكة التواصل فبالتالي مش هيحصل اي تواصل بينهم يعني هو الهدف في القعدة دي انه كل واحد بيلقط الحتة للشبكة الحتة اللي بتلمس اه اللي بتلمس التلميس بقى بمناسبة التلميس ممكن الناس يقولك ايه الله ده عندهم اهتمامات مشتركة شبه بعض فادول هيلين هل الناس اللي اهتماماتهم مشتركة بيحبوا نفس الحاجات هتبع عندهم فواس فواس وعيدة لا مش شرط خالص خالص يعني مش شرط خالص ده ممكن يبقى واحد جاي من الشمال وهي من الجنوب وهو ميوله حاجة وهي ميوله حاجة ويبقى فيه توقم روح كده صحيح فيه توقم له اللي هو بيسموه التكامل لا ليه بقى مش عشان بس ان الحاجات اللي شابها بعض بتتنافر لا لا الكلام برضو ده مش دقيق تمام عشان الجوهر اللي ورا الاهتمامات بص الحتة دي ممكن محدش تكلم فيها خالص معنى ايه هي بتحب الصفر وهو بيحب الصفر اوكي ايه ده الله ده احنا من هوات الصفر بقى وانا استمت لا الجوهر اللي ورا الصفر ايه هو بيحب الصفر عشان هو شايف ان الصفر ده ممكن يعمل بزنس هايل يعمل شغل هايل هي بتحب الصفر عشان تكتشف اماكن جديدة او تعمل شوپنج او تعمل شوپنج ده مش او دي ده اساسي طبعا اه فهنا هنا الاهداف مش ملتقي يقوم ان هو يبدو من برنا ومشابه بعض دول لما يسافهوا مع بعض هيتخنقوا طول الوقت هتبقى السفارية نكد قبل ما نطلع فاصل هل هو حكالي ان هو راجل بقى يعني اقول ايه راجل لف الدنيا وعنده تجارب كتيرة ومتعدد العلاقات زمان كتير وكنت مرتبط فلانا وفلانا ما عامش مين كبتجري وراي او مين بتاع عارف الرسمة بتاعت اول معايد دي فالرسمة دي بقى بتباين برضو شوية حاجات كده في الشخصية فساعات فيه بنات بتفرح ان هو ده كان صائح قوي بس تتابع لأيدي بات بوي البيت بوي البيت بوي فهل البيت بوي ده بيتغير ولا اول ما يحكي في مغامراته النسائية ابعد واجري بصي بما انه بيحكي في اول معايد ده تجري فورا يعني ده بالعكس ده من الشياكة لو هي سألته انت كليك على قطع في حد يقول لها اكيد هيجي وقت حكيلك ده ويكون ناوي يحكي لها بس ما حكيش من اللقاء الاول مش مشياكة خالص ولا مزوء انك انت قاعد مواحدة تحكي لها من اول قاعدة وانتو لسه بس تديها انت انك ممكن تحكي انه ده موجود انه ما تحكيوش اللي بقى بيقعد يقول ده لا ده اللي بيقول ده مشكلة دي ساعتين بيحكي في مغامراته قصو ده مش باب من ابواب التفاخر يعني عمومة كان باب من ابواب التفاخر يعني بالعكس مجتمعنا العربي اه صح كده خلينا سرح اشتركوا في القناة